اصبوع ينقضي عقب الانتخابات المحلية انتخابات لم تفصح بعد عن نتائجها النهائية بسبب الاجراءات الجديدة التي حملها قانون البلدية مخلفا بذلك ترقبا غير مسبوق على مستوى عشرات المجالس البلدية ولا طريق امامها اليوم سوى طريق التحالفات فيما يخص التحالفات اعطينا توجيهات للقواعد انتعنا سواء الفيدرالية والفروع لتعالج هذه المسائل على المستوى المحلي التوجيهات التي اعطيناهم على المستوى المحلي الموطني هي عدم الذهاب الى حالة الانسداد هي احترام الاقتراع ولا نتائج الاقتراع ووضع مصلحة البلاد ومصلحة الحجب فوق كل اعتبار خصوصية عشرات البلديات دفعت بالتحالفات الى التواجد فيما يرى العديد من المتنافسين مصالح حزبية وشخصية في ذلك تلتزم بعض التشكيلات السياسية بتحالف الاغلبية الرئاسية هناك عروش هناك يعني بلديات لها خصوصيات خاصة وبالتالي شجعنا نحن هذه التحالفات هناك ايضا تواصل مع الاخوة على مستوى قيادة الاحزاب بدون النظر الى اعتبار هذا التواصل او التنسيق هو صيغة من التحالفات الكبرى لان احنا مرتبطين اصلا في البرلمان بتحالف الاغلبية الرئاسية ومرتبطين في الحكومة بتحالف الاغلبية الرئاسية ولذلك كان هذا اقرب الى التعامل في الموضوع عشرة البلديات وقعت في فخ تقارب عدد المقاعد الامر الذي اطال من فترة انتظار المتطلعين الى رئاسة المجالس الشعبية البلدية قبل اعلان النتائج النهائية استنادا الى النمط الانتخابي الجديد